موسيقى أصباح الخير النسي كل أصباح الخير سيدة المستمعين لكل متابعيك بفاب أعلى بيك العزلة الانتوائية شنو السباب متاحها؟ بي احنا اليوم باش نحاول نفسروا شنية الشخصية الانتوائية اللي هي كما قلت يعني تنجم تكون عند الصغار والكبار يعني ماشي حكرة على صغير وحده ولا على كبير وحده باش نحاول نشوفوا الأسباب كيفاش نتخلصوا من سلبيتها النجم زادة سيدة المستمعين اليوم من خلال بعض الصفات اللي بيش نعطيوهم لهم النجم يفهموا إذا كانوا ما فيهم بعض الصفات هذه وإلا لا لكن السؤال اللي يترح نفسه لهنا هل الشخصية الانتوائية النجم ونعتبروها كظاهرة طبيعية ما يصحبها وإلا خلال شخصية دراسات تراسية قاموا بها دونك علماء نفس أثبتت إلي عموما الشخصية الانتوائية هي شخصية متوارثة من واحد من الوالدين يعني جنرالماو صغير والإنسان يكون عنده شخصية انتوائية بيش تقع جنرالماو هو لأمه عنده الميزة هذي يعني والنجم وزيدة نضيفه اللي الشخصيات الانتوائية في أغلب الأحيان هي ناسة تعرضت البرشة مواقف رفض في طفولتها فألم الرفض اللي يتكون عندها يخليها تختار الانتواء كآلية دفاع على كيانهم من صفات الشخصية الانتوائية اللي هدي ما تلوج على بيئة هادئة تتفايد التجمعات خطر على عكس الشخصية المنفتحة هي بيش تستمت طاقتها وتشحن طاقتها من العزة اللي بيش تكون فيها من الوقت اللي بيش تقعد فيه واحدها لكن النوع هذة من ناسي فضل ديمة مثال انه يكتب على انه يتكلم ولا يدخل في حوارات يتفايد المواجهة يختار انه يقعد وحده خاطر ديمة يشوف اللي هي حاجات ضرورية لصحته السعادته ان يكون راضي على نفسه ما يحبش الانشطة الاجتماعية زيدة يعتبرها حاجة تستنزف له طاقته تخليه في حاجة انه يدخل بعد ما ينخرط في نشاطات اجتماعية مثال تخلق عنده الحاجة انه يعاود يدخل في فترة انعزال تلقاه جنيرال نون يقوم بانشطة فكرية يكتب يرسم يقرأ اكتب يتفرج على افلام يعني يستمتع بعوزلتهم الشخصية الانتوائية تلقى راحتها اكثر تحس انه تفكر بطريقة افضل وقت اللي تكون وحدها ذك عليش تلقاه هذه ما تميل زيدة للعمل الفردي دونك كذية بعض الصفات للشخصية الانتوائية طوا خلينا نشوف الجانب بالنجم ونقول الجانب المظلم من الشخصية الانتوائية صحيح للشخصية الانتوائية شخصية مميزة عندها جانب ابداعي كبير لكن زيدة عندها سلبية تتنجم تأثر عليها شخصيا وحتى على الناس اللي دايرين بها يعني بخصي سارة سيدة لذا كان فما صغير يقرأ تجم تعطلوا في الدراسة متاعه يتكون عنده الافكار تكون عنده الاجابات لكن يرفض انه يشارك من الخوف كيف كيف الكبار في المكان العمل متاحهم وإلا في اي حاجة حتى في علاقاتهم في صداقاتهم تنجم تخلق أحكام تنجم تخلق سوء تفاهم ما بينهم ما بين الناس اللي معاهم يعني خاصةً كي العباد ما تفهموشو ما تعطيشي مساحتو في العزلة وفي حاجتو للانتوائم تاعه يعني باختصار باش نحاول نعطيكم أربعة من السلبيات وما السلبيات أكيد برشة في سما برشة سلبيات لكن باش نحاول ونختصر ونعطي حاجات اللي تكون واضحة أكثر في الشخصية الانتوائية نجم ونبدأوا بالتفكير المفرط يعني حسب التراثات النفسية أنا قاولي الشخصية الانتوائية تعاني بشكل كبير من التفكير المفرط مقارنةً بالشخص العادي نشاط الدماغة متاحة وقت اللي يكونوا في وقت الراحة متاحهم يشتغل بشكل عالي أكثر هذا أكيد يخليه يدخل في حالات حزن واكتئاب خاطر باش يخلق عنده تفكير زائد وليولي تفكير بطريقة تحليلية أكثر كده صار لها موقف مثال في النهار تقعد تخمم فيه وتعاود وتعاود بطريقة مفرطة لنتوصل للحالة من الحزن لونك شنو الحل هنا الحل إنو شخصية الانتوائية هذي تشوف طريقة تفرغ بها طاقتها كما سبوغ مثال التفريغ الكتابي إنها تتواصل مع صديق مقرب تحكي معه تفرغ له الحاجات اللي مقلقتها وتنقص له من نسبة التفكير اللي هو تخلفها السلبية الثانية واللي هي سلبية يعني تتوصل حالات اكتئاب كبيرة واللي هي إخفاء المشاعر إذا الشخص الانتوائي اتعرض الموقف وجعه ولا قلقه يفضل إنه يسكت وما يواجهش خاطر بالنسبة لي المواجهة تخوفه وتخرجه من منطقة الراحة متاعه وهذا بش يستنزف له بارشة منطقته دونك كيما نعرف الكبت المتكرر للمشاعر بش ينجرى عنده استقعالية استقرابات نفسية والحل هو إما يتعلم إنه يواجه ويطلع نوعا ما مشاعره يخرج من منطقة الراحة متاعه وإلا نفس الشي يشوف إنسان عنده ثقة فيه يحكي معاه يكتب المهم يحرر المشاعر متاعه وميخليهش مكبوتة ينجم زيادة بطن زنطان يمشي لطبيب نفسي وإلا كاتش ديفي بش يفرغ كي يخفف من المشاعر اللي كبتها في داخله السلوك والثلبية الثالثة هي السلوك السيء تجاه العمل الجماعي ما يحب بش التيم وارك دي ما يحب يكون وحده كي يلقى برشة ناس تخدم معاه والي على عصابه والي يحب يخدم وحده من غير ما يعاونه حد بالنسبة لي هو كيفاش يشوفها وقتا يكون في تيم وارك بش يلقى برشة دراما هذي كيفاش يشوفها هو بش يخمم اللي بش يلقى برشة ناس بش ترمي مسؤوليتها على حد آخر وخدمتها على كتف ناس أخرين دونك بش يمشي في بالو اللي خدمته وحده بش تكون خدمة أحسن وجودتها أعلى دونك ما هو صحيح الشخص الانتوائي شخص مبدع راهو وعنده أسرار وستمرارية في إنجاز المهام لكن كي تكثر الخدم عليه دونك معاش في نجم يخدم شي وحده ذاك علاش الحل انه يحاول يعود نفسه انه يكون في فريق يعاونه ويفهم اللي العمل للجماعي يعاونه انه ينجز المهام بطريقة أسرع خاصة إذا كان سما تواثق يعني لهنا يحاول يخدم مع فريق ويخاء إذا كان سما إمكانية يختار الناس اللي تتوافق معه بش يكون هو من ناحية مرتاح ومن ناحية أخرى يتجنب سوء الفهم كي ما قلنا والأحكام خاطر جني غالموع الناس اللي تكون عندها شخصية انطوائية أكيد برشة تعرضوا المواقف أنه مثالا ذايا شخصية أنانية شبيه شي يفروحه شبيه هو شبيه ما يخدمش معنا معناها شنو المشكلة فهمتها دونك بش نتفاديه السلبية الرابعة واللي بش نختمه بها دونك اللي هي جلد الذات الشخص الانطوائي غالبا يكون شخص يجلد في ذاته وعنده تشاؤم ناحية نفسه يطلق على روحه مسميات قاسية ومحتئ إذا كان جاه مشكل ولا عنده مهمة ما خلطش أنه يكملها ولا يكملها في وقت معين دونك بش يحكم على روحه اللي هو إنسان ساشل إنسان عديم المسئولية بش ينسى الإيجابيات متاعه الكل وكل إنجازاته بش يركز كان في السلبيات اللي صارت مؤخرا يعني فهمتها مش بش يركز عن الإيجابيات اللي عنده الكل الحل هنا أنه يحاول يركز إيجابياته وإنجازاته مهما كانت صغيرة ويخرج من نقد الذات المبالغ فيه دونك أنا حاولت نختصر شوية السلبيات خطر كما قلنا الصفات والسلبيات برشا لكن السلبيات الشخصية الانطوائية ما تجيش حد شيء لحقيقة قدام الحاجات البوزيتيفة اللي عنده اللي طوانصاغ اللي عنده وأحنا يريد نفهمه اللي الشخص الانطوائي ما هوش إنسان معقد بالعكس الانطوائي عنده برشة مميزات عندهم جاذبية وكاريزمة كبيرة عندهم قدرة إنهم يخلقوا متعة في حياتهم في كلامهم حتى كان بشتاقة عندهم شوية صراحة أكثر من لازم ما نعتبروشي شخص يعني وقح الله غالب ما يحبش برشة التجمعات ما يحبش برشة التفاعل البشري ينسى حب عموما من بعض المواقف الاجتماعية لكن هو ما يحتاجش يكون يصلح له شخصيته ويعالجه على قد ما هو مطالب إنه يخلق توازن فحياته ما بين الانطواء والانفتاح واضح شكرا لك يا صندس إذا كان عندك إضافة طبعا شكرا لك شكرا على الدعوة وديما مواضيع كما هكا ماذا بينا نترقولها خاصة مواضيع كما هكا تخلينا نفهمه بعضنا كانت تفكر بك ريقوط لك الشخص الانطوائي يكون عنده شخصية دفاعية وآلية دفاعية على نفسه يريدنا نعطشوه مساحة أكثر خاطر كما قلنا الفرق ما بين الانسان المنفتح والانسان الانطوائي والانسان المنفتح يستمت طاقته من التجمعات ومن وجوده فسط الناس لكن الانسان الانطوائي يستمت طاقته من عزلته فنخليوله وقته ونعطيوه مساحته ما نظختوش عليه ونفهموه خاصة كما قلت لك ما نشوفوه كإنسان معقد والإنسان عنده خلال نفسي لهذه تطبيعته جزء هو محتاج أنه يخلق توازن فقط واضح شكرا لك يا سندس بالمثل على شكرا لك شكرا لك على المعلومات هذه الانطوائية هذه أسبابها هذه أعراضها والحلول قدمتها لكم كوتش سندس فضلون تجمو ترجعوا الباج فيسبوك غاديو كابافيم للي فتتو حاجة نحن ترتحى صغيرة بالموزيكا وراجعين